هل عندك وجه تتكلم عن حرية التعبير؟ عن حرية الرأي؟ أنت في دينك تقول من بدل دينه فاقتلوه على أي أساس تتكلم عن حرية التعبير؟ ما تخجل من نفسك؟ النبيك يقول من بدل دينه فاقتلوه؟ ما تخجل من نفسك أنت تتكلم عن حرية التعبير؟ عن حرية الرأي؟ أنت في دينك يجوز فيه حرية الرأي؟ أنت في دينك مقموع دينك دينك كتابك الذي تتعبد به منعك حتى السؤال قال لك لا تسأل عن أشياء تبدأ لكم تسوكم ولك أخجل من حالك تتكلم عن ماذا؟ أنت دينك هذا الذي تتكلم به هذا الدين لم يمنحك حتى حق السؤال منعك من قراءة كتب الآخرين حرية تعبير شو جاي تتكلم عنها؟ ولكن الإنسان الهماتشي ما يستطع أن يعيش في حياة مدنية لذلك أنت مثل ما قيل الديمقراطية وحرية التعبير ليس لكل الناس صراحة الواحد همجيش السويلة هذول الناس يعني صراحة اللي ما بيقبلوا بمثل هذه القوانين أنا مع فكرة أنه تركبهم على أول يعني بغلة ورجعهم لبلدهم شو بيعملوا هذول أبو أوروبا؟ أنتوا ناس متخلفين عشر وخمستاشر وعشرين وثلاثين سنة ما جعلت منكم ناس متحضرين ومتمدنين في أوروبا على أي أساس أنتوا دارسين هنا؟ لا والله إحنا هذا البلد مش بلدك هذا البلد أنا مواطن سويدي إذا مواطن سويدي يحترم كن مثل يحترم القانون السويدي يخ ربيتك ما تصرت أنت مواطن سويدي؟ أنت لحد الآن وهذه يخذوها مني يا أخو لحد الآن هذول الصعاليك بيجلسوا مع بعض يقولوا تعرفون هذول السويديين هذول السويديين ما تخجل من حالك تتكلم أنك أنت تتكلم أعطوك الجنسية عشان تصير إنسان ويكون عندك حقوق لما ترجع لبلدانك تقول والله بالمطار تشوفهم الجواز السويدي عشان يحترموك بينما لما تجلس يقول لا الله هذول الكفار هذول السويديين هذول كذا هذول كذا وحتى هون لما تأتي وتتكلم تقول هذول السويديين عنصريين هذول السويديين كذا ثم لما الموضوع يجي عند الحقوق فجأة تتحول إلى كائن سويدي أنا مواطن سويدي لي كل الحقوق والواجبات لا أنا لي كل الحقوق ما يتكلم عن الواجبات لماذا؟ لأنه بساطة شديد أنت كائن همجي جئت بشريعة همجية معك من بلد همجي جئت وتريد الآن تطبق هذه الهمجية هنا في السويدي يا أمي ما حدا بيطبقه ما حدا طايق يسمعك ما حدا طايق قرآنك ما حدا طايق نبيك ما حدا طايق دينك ما حدا طايق شريعتك ما حدا طايق القرف اللي أنت جايب منه ما حدا ما حدا بده يا لا مسلم ولا مسيحي ولا ملحد ولا أي حاجة ما حدا بيحبك ما حدا بيحب نبيك ما حدا هذول الناس كارهانينك كارهين نبيك كارهين دينك عشان إيك بيدوسوا عليه بالقندرة ويستحق أن يداس عليه بالقندرة هذه الشريعة يستحق أنك أنت تدوس عليه بدل المرة ألف لماذا؟ لأنك كل يوم بيبين أنه شو صنع منكم هذه الشريعة المفروضة أنه أنه تمنع من سائر أنحاء العالم لماذا؟ لأنه بوساطة شديدة فقد تخلق منكم ناس عنصريين ناس مجرمين ناس سمجيين ناس تضربون الناس ناس تقتلون الناس ناس ما عندكم ما عندكم أي حاجة جايين للسويد بدكم تطبقوا عليها شريعة شريعة جايبين من ألف وربعمائة سنة ويقول لك يا ول أنت أسطن هربان من بلدك هربان من شريعتك الجنة كان قدام الباب تفتح الباب تدخل يجي لك الصارغ وتدخل الجنة هربت من الجنة شو هذه الازدواجية اللي أنتو عايشين فيها؟ شو هذا النفاق اللي أنتو عايشين فيه أسطن؟ استحروا على دمكم استحروا على فتحوا لكم مساجد يخرب بيتكم في مساجدكم اللي فتحها لكم الكفار اللهم عليكم باليهودي والنصارى الله تستحقون أنتو يعني تطردون شر طردة من أوروبا ما الناس مش محترمين صراحة هذول الناس مش محترمين ناس جالسة في بين هذول الناس تسولتهم الحياة تسولتهم جيتوا كلما كنتم تجلسون في دائرة الهجرة والله ياهو إحنا مالنا حياة جينا وإحنا الموت ونريد حياة كريمة وأرجوكم انقذونا حتى لو إحنا نموت أرجوكم خذوا أطفالنا بس أعطوهم حياة أرجوكم أرجوكم أول ما شبعت بطونكم على مقولة وإذا وإن أنت أكرمت اللئيمة مرد اللؤم طبع وعادة جدا سيئة فيكم لماذا؟ ليش؟ يعني أنتو متى راح تصيروا الناس محترمين؟ خمس سنوات عشر سنوات عشرين سنة في واحد يقول لي يعني هذا الأهبل اللي كان يتكلم اليوم عافاتح لاي عرفتوا كيف؟ يتكلم أنا من الثمانينات من الثمانينات هون سويديته سويديته يشبه سويدية يعني واحد جاي من هون جاي للسويد من ثلاث سنوات من الثمانينات شو كنت تعمل أنت؟ ما عندكم ما دخلتم ما اندمجتم فقط ظاهرة صوتية ظاهرة مزعجة ظاهرة يعني فقط خليته الناس يعني فقط تكرهكم أكثر وأكثر الناس لما كانت تجي للسويد قبل عشرين وثلاثين واربعين سنة كان الناس يأخذونهم يشترونهم ملابس الناس كل الناس تفتح لهم بيوتها قديش كان الناس يفرحون بهذول اللاجئين ناس مساكين اجوا لعندنا خلينا نفتحنا عندنا فلوس عندنا إمكانيات خلينا نعطيهم الآن وصل الحال أن الناس تلعنكم للنهار لما بيشوفوكم يلعنوكم يلعنوا دينكم يلعنوا اللحظة اللي فتحوا فيها أبوابهم لاستقبالكم ليه لأنه ببساطة شديدة ما أظهرتم أي أي أخلاق واحترام مهزلة أنت أنت شعوب يعني يعني تنفعون ينعمل منكم يعني كوميديا سوداء ليه يعني أنت ك يعني ذول الناس اللي عايشين في مالمو عندكم مساجد عندكم حجاب عندكم مصليات ما بين كل حارة وحارة في مصلى أعرف كيف لا أنا يا ذول كيف يجوا يجوا يحرقون القرآن في بلد مش بلد أمك هذه بلد الشعب كله بلد تسع عشر مليون مواطن مش بلد أمك هذا مش عزبة أبوك هذا البلد للناس اللي اللي كافحت وعملت وسوت حتى أمثالك يقدر ويجوا يعيشوا فيها وبالتالي لا والله أنا بدي أعيش أنا أريد هذا هذا حقوقي أنت ما أعطيتني هذه الحقوق هذا حقوقي القانون من اللي عمل هذا القانون القانون اللي كفلك أنك تقدر تتكلم بهذه الطريقة هو القانون الذي يسمح بالدعس على كتابك ولكن أنتم ناس ما تعودتم على هذا الكلام أتمنى أنهم يعملوا قانون ازدراء الأديان ويمنعوا المصحف في كل المساج بل في كل السويد أتمنى من كل قلبي يعملوا قانون في السويد يسموه قانون ازدراء الأديان أول ما يقرأ هذا الكتاب يقول اللي موجود هذا الكتاب في بيته رح نعلقه من خصاويه يلا تستحقون صراحة تستحقون أنه يعني تهان شريعتكم إلى أبعد درجة لأنه ببساطة شديدة مش قادرين تعيشوا تتكيفوا مع الحياة مع البشر مش قادرين تجلسون في بلد وترمون عليها حجارة وين صاير هذا تصور أنت الآن لو مصري أو سوري في السعودية لو رميت حجارة وحدة مش الدولة لا الدولة هذا موضوع كبير لو رميت حجارة وحدة في السعودية والله الشعب رح يدوس على رأسك الشعب رح يدوس على رأسك ثم يودوك للمخفر المخفر يدوس على رأسك ثم يركبوك في المكان الشنط في الطيارة ويرجعوك إلى بلدك ثم بلدك رح يفسقون عليك وعلى أهلك وعلى ناسك وعلى دينك وعلى كل حاجة فيك يقول لك أنت إنسان غير محترم ولكن أنت جالس هنا جالس ترميح جارة على الناس وعلى الشرطة وعلى البشر وتريد تقتل الناس عشان كتاب أحماق شو هذا هذا يدل على شو يدل فقط على حاجة وحدة أنك أنت ما استفدت من تاريخ 1400 سنة من قتل واختصاب والسرقة ودمار وانتهاك الحقوق حتى لما إجوا عملوا منك عملوا من بلدانك بلدان محترمة ما استطعت أن تستفيد من ذلك ليش لأنه ببساطة شديدة أنت مش محترم مش لأنك مش محترم كإنسان أنت كإنسان دائما محترم ولكن أنت لما تحاول تطبق هذه الشريعة تلتزم بهذه السنة النبوية تلتزم بهذا القرآن تتحول إلى كأنها مجي ما تتحول إلى إلى إنسان عندك أخلاق وإنسانية وقدرة على تعايش مع الآخرين ما تقدر ما تقدر وهذا اللي بنقول لكم إياه وهذا اللي بنقوله بدل المرة ألف ليش يجرحوا مشاعرنا أنت يا وال قرية قرآنك ولا قرآنك في قاموس للمسبات قاموس للمسبات ما تركت كائن على وجه الأرض إلا سبيته حتى يعني احتقرت الكلب واحتقرت الحمار واحتقرت المعاق واحتقرت المنافق واحتقرت المشرك واحتقرت المسيحي واليهودي يعني كل شخص على هذا الأرض حتى لو كان ما شو ما كان ما بتحترمه ليش لأنه قال لك عبد الله بن الجدعان قال يا نعم أنه لم يقول يا رب يغفر لي خطيئة هو في النار ما يستحق الاحترام ما يستحق التراحم هكذا هو دينكم دينكم علمكم على العنصرية لذلك بقدر ما أنت تلتزم بهذا القرآن بقدر ما تلتزم بهذه الشريعة تتحور إلى كائن عنصري كائن مجرم كائن سفاك للدماء كائن يعني يسحق الآخر كائن تقتل الناس كائن ما عندك لا رحمة ولا إنسانية ولا أي حاجة هذه الحقيقة ليش ليش نكذب على نفسنا نحن شعوب أنا واحد منكم نحن شعوب جايين من قعر القمامة يعني شوفوا هذا القمامة شوفوا هذا القعر تبعوا القاع شوفوا قديش فيها الزبالة نحن جايين من شريعة بهذه الطريقة يعني أحقر الشرائع اللي ممكن تتصورها في الوجود لذلك أنت لما جيت لهذه البلدان أنت ما تقدر أنت تحتاج أنك مو تروح تعمل غسيلة للدماغ تحتاج أنه كلك ينشال ويصير فيه كائن ثاني جواتك حتى تستطيع أن تعيش بحياة كريمة ما تقدر ما تقدر تعيش حياة كريمة ليش لأن الشريعتك هي هذا يعني شريعتك هي طيب نأخذ المشاركات أستاذ محمد حبيبي وردة كيف صحتك مسترسل مستمتعين بالكلام الجميل كيف صحتك أستملي حبيبي وردة والله مستعي صفوق باشا مستعي من هذه الجعوب اللي ما بدا تحترم حالها يا حبيبي يا صفوق ليش للأمانة هو مش بس أنت تشتكي هو اليوم هذا الشيء صراحة للأمانة أنا دائما أكرر الكلام وما ريد أكرر بستذكير اليوم القوانين ما تنزل كل يوم بس سويد ولا مو كل يوم كل يوم ليش مشال أهل الناس للحياة بصورة جديدة يعني القوانين العلمانية وهذا الكلام دقيق جدا القوانين العلمانية تنزل يوميا من أجل استمرار الحياة تخيل اليوم ما تنزل قوانين سويدية أو جمعة أو سبت أو أحد مشكلة أو يوم ثلاثاء أو أربعاء ليش تتعطل حياة الناس الزمن تطور فأنت لما تجي تريد تطبق هاي القوانين هاي القوانين الدينية يفضل أنها تكون شخصية شخصية بحتة لا تخرج خارج عتبة المنزل آه ما تخرج خارج عتبة المنزل ممنوع بعد المنزل بعد باب المنزل شنو بيه؟ بقانون علماني للكل يعني اليوم دبي مثلا دبي فيها كم جنسية؟ فيها أكثر من ألف جنسية هل يتستطيع ألف دين يطبقون دينهم في دبي؟ لا يطبق قانون دبي فيها البنجلاتشي الباكستاني الهندي السوري العراقي الشيعي السني المسيحي اليهودي الملحد المشاهير العالم كلها بدبي طيب ما الذي يطبق اليوم؟ يطبق القانون العلماني الدبي قانون دبي فما يطبق قانون ديني فيهم أو كل واحد يطبق دينه غلط فهذه المسألة لازم تفهمها الشعوب أن الدين لا يمكن تطبيقه بالحياة العامة للناس كلها الدين مسألة غير عامة مسألة شخصية لا تعمم على أحد يعني أنت اليوم تعتنق أساطير خرافات مثلا فيلي طير جحش يطير نملي يتكلم عصا تتحول إلى ثعبان تمام؟ أنت عندك خرافات وتريد مني دليل علمي أن دينك غلط إذا أنت خرافات ما أعتنق بدك دليل علمي أن الخرافة غلط يعني مني نجيب لك إذا أنت تعبد شي ما هو موجود وتريد دليل علمي أن تثبت لك أنه ما هو موجود كيف؟ ما أنت مشكلتك تؤمن بشي خرافي غير منطقي وتريد دليل منطقي أنه أنه إحنا غلط يعني كيف؟ مثلا مثلا يقول لك الإنسان دارون كذاب يقول لك طبعا العالم الإسلامي يكذب دارون يقول لك الإنسان ما كان قرد وصار إنسان وتطور يعني كان يمشي على أربعة وبعد فترة صار يمشي على اثنين وأحد فصيلة القرد هو الإنسان لا يقول لك ينكرها تماما لكن يريدك تصدق أنه في قوم أصلهم قرد وفنازير يعني الله مسخهم من إنسان إلى قرد عادي بدك تصدق هنا بدك تصدق يعني بدك تصدق أنه في قوم فجأة يرى تحول مثل دارون يعني على مدى زمن طويل يرى مثل دارون يقول لك ألاف السنين لحتى صار القرد إنسان لا يقول لك بلمحة البصر فجأة من إنسان لقرد فجأة يعني مع أصفوك صار شمبانزي فجأة طيب فدي صدقنا هاي عادي هاي حقيقة علمية عندهم عادي لا ومو بس قردة يعني قول لك عمل منهم القردة والخنازير يعني يعني لقال القردة شوية أقرب سواء الخنزير فجأة صار يمشي على أربعة يعني يعني المشكلة هو عنده أساطير وخرافات شيء غير منطقي ويطلب منك دليل منطقي أنه على غلط يعني ما فينا أجيب لك دليل منطقي مثلا انت شلون تريدني أقول النمل تكلم مع سليمان وأساسا النمل ما له حبال صوتية كيف أدي نفهم شو حق يعني مثلا صفوك الشيخ ما له لنسان ما يتكلم خالص زين ما يتكلم يقدر يجي واحد يقول البارح صفوك قال لي كذا 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 لا ما قال ما قالت النمل له سليمان لأنه أساسا ما لها حبال صوتية يعني يعني أستاذ محمد أستاذ محمد يعني ما بدي أناقش شو قال صفوك بدي أثبت أن صفوك قاله لسان هذا سهل في حديث يقول لك صفوك باجا يقول لك في جذع شجرة كانت تبكي وكنا بنسمع بكاء كيف يعني كيف شجرة تبكي يعني كيف مصدق هذا الأب يعني يقول لك هذا يعني هذا الشيء صراحة لازم لازم تنوير الشعوب ترى على فكرة لا تلومهم أستاذ محمد خفف عنهم لا تلوم ليش لأن الشعوب يا أخي أخذته بالوراثة أخذته بالوراثة يعني ما في بده شوي بدهم طريقة الجد بدأ الشعوب بدها طريقة ما بدها صدمة فجأة ممكن أحيانا يتداون بالصدمة لكن على أغلب بطول الوقت كل فترة بدهم مثل صدمة بسيطة أما دائما صدمة لا لازم في طرق في أفكار قوية جدا هو نفسه تطرح في رأسه كلم مع سليمان والعلم أثبت أنه النمل ما لحبها الصوتية لا المشكلة فهموه مشوخ هذه المنظومة معجزة يعني شوف لما اليوم أنت تقول لي صفوك أنت جيت من أثينا على برلين بجحش راكب جحش أقول لك أنت تقول لي لا الجحش ما يطير ما فينا نعتبر الكذبة معجزة كذبة هذه مش معجزة كذبة الكذبة يعني مصيبة لما تصدق واحد مثلا كذب عليك وتقول عنها معجزة كيف يا أخينا خلاص يا صادق يا كذاب ما فيه معجزات بالموضوع فيه علم فيه عقل يا أنت يا صادق يا كذاب مثلا أنا أقول لك ركبت صخلة وركبت من دمشق إلى برلين خلاص هنا كذبة يا تصدقني يا تكذبني ما تقول لي معجزة معجزة ما فيه أساسا لا اليوم ولا قبل لا يوجد شيء اسمه معجزة لأنه لو خرجت الآن خارج منزلك السماء نفس السماء والأرض نفس الأرض ما في شيء اسمه معجزة هي السماء ذاتها اللي فوقها الآن إذا نزلت أنبياء قبل لازم تنزل الحين نفسها ما يوجد شيء اساسا نفس السماء فما فينا نصدق ونقول نزلت قبل وبطلت تنزل أنبياء هذا كلام غير منطقي هذا كلام غير منطقي إذا نزلت قبل لازم تنزل الحين ليش؟ لأن الحياة تطور بتطور نحن نحتاج أنبياء اليوم مثلا وينهم ما فيه إذا الموضوع كان تمرير للشعوب مرقوا هاي الأفكار وكذا فعزيزي لما يقول لك نزل ونزل قل له السماء ما نزلت غير مخلفات الطيور حتى صلاة الاستسقاء أستاذ محمد قال لليوم الناس تدعي تاينزل المطر كيف تدعي؟ وأنا شوف صلاة الاستسقاء من كم يوم بالمغرب والجزائر وسوريا والعراق صلاة الاستسقاء آه ندي عرب تاينزل المطر لا والكذب الماشيين عليها شو هي؟ إدارة الشؤون الدينية وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لا تصدر شوف انتبه الكلام دقيق لا تصدر قرار أنه غدا الساعة الثانية صلاة الاستسقاء ألا تراقب الأرصاد الجوية للملحدين أنه الثانية في مطر آه تراقب الأرصاد الجوية للملحدين أنه الساعة الثانية في مطر في العراق أو في سوريا هنا خلاص الساعة الثانية في صلاة الاستسقاء الثانية إلى ربع بعد ربع ساعة مطر اللهم صلي على محمد وآلي محمد خلاص بسوريا ولا بالعراق والموضوع ما هو موضوع دعاء الموضوع الأرصاد الجوية اللندنية لندن أو أولندا هذا الموضوع هذا كل الموضوع أتحدى اللاجئين في أوروبا الآن يركعون مئة سنة تنزل قطرة ماء لأن ألمانيا ما رح تتفق معهم أنه في مطر وكذا ما فيها شيء دينية خلهم يطلعون الآن بره وأتحداك تنزل تفلة تفلة ما ينزل شيء صح ما ينزل شيء طلع حدا أستاذ محمد طلع ملك حدا يتحفنه بصاطر السسقاء في أخوة كثر معنا خلينا نرحب يا أخونا الحبيب اسكندر باشا محبا سيد اسكندر يا هلا يا هلا جينا نسلم عليكم الحلوين المجتمعين يا أهلا وسهلا حبيبي انت لحلة داخل بس أسلم عليكم وأمس عليك يا أستاذ محمد وصبوب الشيخ وأقول الحمد لخنفز جبار على نعمة العقل إذا حبيت تبقى اسكندر باشا نأخذ مشاركات أخرى مرحبا معك أستاذ هذا الشاب اسكندر كان يطلع من كم يوم شعره طويل هيك وشي مثلا يمكن هو معزل اللي تتكلم عنه لا الليبي هذا الشاب ليبي 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 أسبسر هذا اللي طلع في المعجاة لا لا الشاب الليبي آه الشاب الليبي بعرفه بعرفه أنا طلعت معك بس أبا اليومين طلع معا صوت صورة يا أسه يا أسه يا أسكندر بعرفك بعرفك حبيب هلأ ذكرتك يا أسه أم مثلا تبدأ صوت و جيدة صوتك بعيد أخي إذا حاطت السماعات شيء للسماعات أسكندر باشا كيفاك يا مرحبا منور أسكندر حبيبي سيد محمد عندي طريقة ياريت كل المناظرات كذا أو المداخلات تكون صوت وصورة شيء جميل جدا لغة الجسد هو رائع بس كل واحد حسب ظروفه حبيبي سبوك باشا لأنه ما نقدر نضع هذا الشرط على الناس ليس الشرط بس يفضل أنه يخرج يتكلم أنا أفضل أني أشوف الإنسان اللي بكلم لأنه لغة الجسد هو جزء كبير جدا من يعني له دور كبير جدا فيه حتى الراحة النفسية لما نتكلم ونفهم الكلام أكثر من بعض ماشي أخوان لبس عليكم يا له سهلا بس لو تعطيني اسم أنا أديك بي يا أخي محمد أهلا سيد محمد تفضل شكرا أوكي أنتو أخذين من القرآن ومن جهات أخرى مستفزة وما بتحكيون على الناس القدماء زي حضارة مصر وحضارة العراق وحضارة عمان اللي كان موجود فيها بلد أطلانتس والمملكة أطلانتس بتاع عاد إذ رمادات العماد ما بتحكيون عن هذا الشي آدابي كذبة كبيرة لا لا أوكي 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 أنت كلامك أنت بس تحكي إذا أنت رجل اثبت لي ليش الأهرامات مين بنى الأهرامات الأهرامات بنى أخدماء المصريين مين هون منهم اللي هم أخدماء المصريين والله غلط المصريين وجدوها نفسي وجدوها نفسي أقول شغلة بس لو سمحت بس كلمة محمد الهرامات لما يجى الموظف عند عمر بن الخطاب اللي اسمه عمر بن العاص لما يجى على مصر ما قدر يهدم أهرام أبو الهول لأن ما عنده أدوات غير السيف والسيف لا يهدم لها ما يقدر لا 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 أخي شوف شوف الإسلام بيعرف شو معني أخي أخي لا 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 أنا أثبت لك القرآن كلام صح وكيف القرآن بيحكي على الأهرامات أخي أخي العزيز أفهم أخي العزيز محمد لحظة أنا مدير الحوار هون أنا موضوع مش الأهرامات إذا عندك كلام في ما كنا نتحدم فيه طبع ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو محمد قبل اطلع هذا استاذ محمد قبل اطلع هذا بصديد شغله الاهرامات عمر بن العاص لما اجع على مصر احتل مصر لانه الاهرامات ما قدر يهدم ابو الهول لانه ما عنده الا حديدة تسمى سيف وهذا السيف لا يهدم ابو الهول ابدا لذلك عزيزي الاهرامات بنوها الفراعنة ولما تتكلم لي عن حضارات قديمة ليش ما تتكلم لي عن اشور وبابل وسريان ليش تتكلم لي انت انت لا تعتبر قديم انت لا تحق لك شوف اخر الاديان واخر الامم لا يحق لك ان تتباهى بشيء من التاريخ على الاطلاق لا يوجد الف سنة لا شيء امام بابل وسريان واشور وحتى لو بعد الالف سنة شو عمل يعني شو قدم اه شو قدم لا لا قدم انه مثلا فقه ضراط من الصر للرقبة صبحية شخة تفوزية بالت عثمان شخ محمود شخ اه شاسمه حمزة شخ بده يبول قبل صلاة مضمض مي من الصر للرقبة فقط يعني اية حضارة هذه من الصر الى الركبة يعني مثلا انا بدي اليوم خربة سيارة الالمانية اسأل الالمان الاولي والبام في والفولغسفاقن طيب بدي اشخ واضرط بدي اسأل الشوخ هاي الحضارة هذا اللي عندك اتحدى كالان يخرج شيخ يعطيني فكر من الرئيس فقط صر الى الركبة حتى الغرب المانيا ينظروا لها من بين فخاذ فوزية وشلكرية هولندا من بين فخاذ صحيح انا اعتقد انك ظالم وما تكلموا في الرأس مثلا هذه الحلاقة اللي انت عاملها قالوا انه حرام هذا تسمى قزع يعني يعني هم يدققون على احلاقة اذا الروس طارت عندهم يا انت اليوم لما انت تدقق على احلاقة شعري اذا انت عم مثل مثل يقول لك اجهاض المرأة حرام ليش لانه لبطنها روح طفل يقول لك روح طيب اجهاض المرأة حرام وقتل الملحد من مكملات الايمان يعني يعني انت تجهض المرأة استاذ محمد تجهض المرأة تجهض المرأة يقول لك حرام هذا روح ما يصير حرم يحرم يحرم لما يجي واحد ملحد ومختلف عنك دنيا تقتلوا من مكملات الايمان تبعك فمصيب انت انا شايف المايك انا مصيب انت عندي صوت عندك اهد فضل عندك حبيبي اوكي بس حابب احكي شيء واحد لانه المسلمين دايما ما بيعرفوا قواعد المنطق لما انت تدخل عند شخص غير مؤمن ويطلب منك دليل على وجود الله ما تقول له اسبت لي انه الله مش موجود لانه من البديهيات الحج على من الدعا انا انسان قاعد على القهوة وفي ناس بتقول انه في الله انا بقول له عطيني دليل انه في الله وانا حاضر رح اسلم لك كل بساطة يعني اسبت لي حج على من الدعا بس ما تطلب دليل على عدم موجود الله لانه احنا ما عندنا الدليل وانت ما عندك دليل على وجود الله ايه انا هنا بحياتي ما بناقش الله موجودة ومش موجودة هذا كل واحد يروح يامن هذا اخر اهم انا مضبوط بحياتنا العامة اساسا لانهم اخترعوا وانا ايه واحد يجي يكلمني عن الله اقول له لحظة هو قل له محمد صالح بده اياه بالبثبع وخليه هو يجي يتكلم عن نفس وما اقبل انا حدا يتكلم باسمه كلمني عن ما انت تعتقد وترى زعيم لو تعطيني اسم اناديك به السلام عليكم وعليك السلام لو تعطيني اسم اناديك به محمد انا محمد تفضل بتسمع انتم الرأي والرأي الاخر ولا عندكم فكر معين وحابين يعني ما حدش عنده فكر الخاص يعني ما حدش عنده فكر مثل الفكر الساعة بلا احنا نتكلم استاذ محمد نتكلم اقرب للمنطقية يعني بعض الامور لا تقتقبل الرأي الاخر ليش لانه منطق تكلملي بمنطق لصدق ما تتكلم نسمعك لتغلص ممكن تعمل تجربة مثلا صفوق هل انت عندك اللي ما يفكر مثلك تقتله لا انا عندي اللي ما يفكر مثلي انتظر الوقت لا يخلص وقل له شكرا فقط اه يا شيء بالله اسكندر باشا انت عندك اللي ما يفكر مثلك تقتله طبعا من الحجر هو يؤمن بالحجر بس ما يرميني بالحجر يعني انت ما عندك من بدى لدينا وفقتله لا بالعكس راجلا فضل محمد لا الحياة كلها بالمنطق يا اخي انت تقولي شيء انا رد عليك شيء بدليل بعطيك يعني جيد فضل فكر احاول اني وصل لك الفكر يعني احاول اني يقلك لا اقتلك ولا اشنقك ولا انت بتتكلموا على حضارة المسلمية وفضارة المسلمية وفضارة الغرب من هادرز عماك بالليبي بمعنك ليبي بس سمحولي ان هادرز نتكلم مع ما بالليبي انت ليبي يا اسكندر لا خلي كل الناس في الفين شخص يعني عشان نفهم نتكلموا بالعربي العادي يعني اللي كل الناس تقدر تسمعه انا نحاول ان هادرز عماك بلهجة مفهومة للناس اسكندر انت ليبي مش مهم مش مهم ما نعمل وان فضل يا محمد اتكلم كل مشاركتك يا محمد فكرة انه تقنعني او نقعك هذه فكرة غبية جدا اي حوار اي حوار ما تكلم هو ما تكلم اذا عايز تكلم خليه يتكلم خليه يتكلم لحظة لحظة انا اللي بدير الحوار محمد اتفضل قل مشاركتك اخي اتفضل انتم تحكوا على حضارة المسلمين وحضارة الغرب صح؟ لا احنا نتكلم عن حضارة المسلمين فقط اوكي المسلمين انتم في رأيكم ان المسلمين عندهم مش حضارة صح؟ صح لا انت طلبت الجاس يا اخي صح ولا خلط انت ليش تقول ثواني استقصلك محمد حبيبي لحظة محمد انت طلبت الجاس عندك مشاركة اتفضل قدم مشاركتك اخي تسمعوني الصوتي واضح؟ نعم اتفضل اللي يقول الاسلام ما عنداش حضارة والعرب ما عندهم حضارة مع احترامي للجميع يعني بيكون يعني ما عندهم اخ اه صح الاسلام ماذا قدم للبشرية يا محمد؟ قدم الاسلام انا بدك سميلك العلماء المسلمين لا لا انا اتكلم عن الاسلام لا محمد اسمع لي حبيبي اذكر لك شابك محمد محمد هذا هو الاسلام وهذا هو الاسلام ماذا قدم هذا للناس غير انه يعني قمعهم واسحق انسانيتهم لا هذا كلامك مو صحيح اعطني حاجة القرآن قدم للناس مثلا خلينا فاهمك يا اخوي محمد لا لا اعطني حاجة مثلا القرآن قدموا للناس حاجة مثل ايش يعني؟ مثلا انه قال ممكن تخترعون مثلا هذا الكنترول مثلا على سبيل المثال انا بوصلكم معلومة بس ان الاسلام المسلمين مروا بفترة تجهيل مروا باربعمائة سنة تجهيل مين اللي جهل مين اللي جهلهم احتلالات احتلالات الغرب احتلالات الاتراك احتلالات العثمانيين العثمانيين كانوا مسلمين متسترين بالاسلام لا لا مش متسترين كانوا يقاتلون الغرب وياخذون منهم الجزية ويطبقون الشريعة الاسلامية ومعهم العلماء وايدوهم وقالوا محمد الفاتح هذا هو النبي هو الامير الذي وعد به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام العثمانيين لا انا 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 راح اعاندك يا اخ محمد عانده انا بحب الناس العنده السلاطين السلاطين الاتراك من بدايتهم الى نهايتهم ما فيه ولا واحد منهم حج لمكة هادي هادي انا انا عندك فيه هذا الكلام صراحة ليس صحيح لا صحيح ارجع للتاريخ وشوف الان انت اعطيني اي واحد مسلم من علماء المسلمين الاوائل قال بكلامك موسيقى موسيقى